كما افتد حتى مصر وجنوب السودان عملية إنشاء محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي بجنوب السودان حيث أكد وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم أن مصر ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم لجنوب السودان وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية الجاري الإعداد لها مضيفا أن محطة القياس توفر بيانات رصد حقيقية يمكن استخدامها لاحقا في النماذج الرياضية الخاصة بإدارة المياه من جانبه أشار بالمايدانج وزير الموارد المائية والرأي بدولة جنوب السودان إلى أن وحدة القياس ستساعد جنوب السودان على تحسين عملية إدارة الموارد المائية معربا عن رغبته في التوسع في المزيد من المشروعات المائية في جنوب السودان بالتعهون مع مصر اشتركوا في القناة